السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معنا اللي مختلفة الفيديوهات السابقة فيديو ديال اليوم غادي يكون عن تعلم تعلم بالذاتي وبالضبط للناس اللي بغاني تعلموا اللغة الإنجليزية يعني الناس اللي غاديين بغاني بدوهم من صفر أو الناس اللي عندهم مستوى متوسط أو فوق المستوسط وبغاني يزيدوا يطوروا اللغة ديالهم اليوم أجدكم تطبيقات اللي مختلفة مفيدة واللي أنا شخصيا استعملت شيء وحدين منهم فعجبوني بزاف وعاونوني باش نطور المستوى ديالي في اللغة الإنجليزية مهم أول تطبيق اللي بدو به اليوم هو هادي ديو لينجو ديالواجه هادي التطبيق وهذا التطبيق مشهور جدا كيستعملوا بزاف للناس اللي كيتعلموا يعني ما كيناش غير اللغة الإنجليزية كيف ما غادي نشوفو كينين اللغات آخر اللي تقدروا تعلمو بالنسبة للناتقين باللغة العربية را عندك ربعة اللغات اللي تقدر تعلموهم عن طريق هادي التطبيق اللي هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والسويدية أما الناس اللي كيتكلموا اللغة الإنجليزية أصلا را عندك بزاف اللي تقدر تعلموهم عن طريق اللغة الإنجليزية بحل مثلا إسبانية، ألمانية الصينية، العربية احتعية نورويجية، كينين بزاف قريباً عشرين اللغة والاكتر اللي تقدروا تعلمو عن طريق التطبيق مهم، احنا غادي نختارو الإنجليزية بما أننا ناضقين باللغة العربية مهم هنا كيسولوكم على التطبيق كيفاش تتعرشوا على التطبيق وش عن طريق الأخبار، أو تيك توك، أو إنستغرام مهم، المصدر، يعني عرفتو هذا على التطبيق، ندروا بلاي ستور طبعاً هنا كيسولوك إيش حال كتعرف، يعني، باللغة الإنجليزية باش كيبدو معاك من ذاك المستوى وش كتعرف بضع كلمات، أو اللي تقدر تجري محادثة بسيطة، ولا عندك مستوى متوسط وعالي مهم حنا بما أننا توجه المبتدئين، فعنا نتعلمه هنا كيسولوك على الهدف ديالك، يعني لاش بغيت تعلم اللغة وش يعني العمل، للتواصل، يعني مع الأصدقاء، أو العائلة، أو للدراسة، أو الصافر مهم ما تختار يعني الهدف الأساسي ديالك باش بغيت تعلم اللغة الإنجليزية إحنا غادي نختار مثلاً الدراسة، هذا هو المنهج، يعني في هذا التطبيق عندكم غادي تعلموا حوالي 1700 كلمة و 8800 عبارة وغادي نتعلموا الأساسيات ديال الاستيماع والتحدث والقراءة أو الكتابة بقواعد النحوية دياللغة الإنجليزية وغادي نتعلموا يعني مهارات آخرين بحل يعني القيم طلب الطعام، سؤال عن الإرشادات، حصول على المعلومات إذا في الدراسة إلى آخره وغادي ندروا متابعة، هناك تختاروا يعني الهدف اليومي يعني إش حالة بغاين تمارسوا اللغة؟ من يعني إش حالة الوقت بغاين تمارسوا اللغة يومياً عشر دقائق، خمسة، عشرين، ثلاثين، ما ويمكن تختاروا على حساب الحساب أنتم موجود ديالكم يمو بتديعين تقدروا تبداوه بخمسة أو عشرة دقائق الأحسن تبداوه بعشرة، يعني ما طويلا شي بزاف وما قصيراش ببشر يعني باش تحسنوا المستوى ديالكم بطريقة اللي سريعة ويما غادي نمشي وهذا تقدروا تغيروا في أي وقت يعني قدروا تزيدوا الوقت نقصوا مهم هناك يعني طلبوا منكم واشا إما تبدو يبدو معكم منص صفر من البداية أولا كنت تعارفوا شوية الإنجليزية غادي تدوزوا باش تجاوبوا على شوية الأسئلة باش يحدوا المستوى ديالكم بالطب وانتم ما غادي نزيدوا وتكملوا غادي نختاروا التعلم من الصفر مهم كما تشوفوا وهذا التطبيق غادي ندودبا تعلموا شوفوا التطبيق كي أعطوكم صور كي أعطوكم كلمات بالإنجليزية كي أعطوكم يعني شي كلمة واحدة بالعربي وغادي نختاروا المقابلة لفذلك الصورة بالإنجليزية حال مثلا عاطينا كلمة ولد ما نشوفوا فين كين ولد كورو تطبيق كورو كان نحن يعمل كورو قارغ كورو نحن نحن نتطبيق تطبيق وهذا التطبيق مهم يأتوك صور تخلصك تتعرف على الكلمة المقابلة لديك الصورة وان بعد كتسمع النطق هناك يجيو يعطوك الكلمة بدي بدو بها معاك وكتغطي باش تسمع النطق وان بعد كتختار المقابل ديالها كتترجمها باللغة الام ديالك قد تحققوا الإجابة هناك يقول لكم المقابلة لديك كلمة الرجل إذا ندور رجل مرأة وكتشوفوا نحن ندير الترجمة مع تاني تمائر اللي مستعملة اللي غتستعملوا في الجمل اي ام هنا كتكملوا الجملة ناقصة كتوك جملة ناقصة كتكمل كلمات ناقصة كتوك جملة ناقصة كتوك جملة ناقصة كترجمة باللغة الام ديالك نوا او تاني انه معيني ما كنا لسا مع الأولون يعني بنا انا لذك الشي اللي قرأتي عدت التكرمى ساكتكمل هناك يعطوكم غير تسمع تسمع النطق وانتاخذ ساكت برعلم معنى ديك الجملة واش تكسب ما سمعت هيك ما تكسب نتأكد من إجابة نحط القادية هاد الزر ديال الصلح فيت كنت تغطي عليه إلا بغاية تسمع ديك العبارة ببطء باش تفهم يعني كلمة كانية ماكش باش تفهم زيان اللي جاك رامك يهضروا بالزربة مهم ماكتشوفو الزنات تقريبا مستوى الأول مهم هادي تشجيعات كي شجوك هادي جوائز باش كتعاول يعني باش كتبقا كتتفتح مستوى صخرين يعني هنا كي كي حاولو شجعوك باش يعني باش تكمل ثلاثين يوم في اللغات بقاعد تقراها ثلاثين يوم متواصلة باش تحسن مهم هادي نحاولو نرفع التحدي مهم هنا في التطبيق احد القادية اغان نشير ليها خاصكم نديرو حساب ديالكم بالجيميل يعني باش الدروس ديالكم من اللي تخرجوا غادي نتبقاوا وتعاودوا ترجوين يعني غا تتكملوا من اللين كنتو من اللين حبستو يعني غادي نتكملوا لما تدرسوا الجيميل غادي نتخرجوا من فوق تخرجوا سفي الدروس كيمشي ومهم بس كنتروا حساب وكتشوفوا معايا هاد الشي اللي غادي نتعلموا واحدة الاولى كان الاساسيات اللي كنا كنقرأوا فيهم الاساسيات اثنان شوية كي يبدو معاك العبارات كان طعام الحيوانات الجمع الملكية ضمائر مفعول به ملابس طعام هاد نقطة العبور ايا واحد الاختبار كتدوزوه باش كتدوزوه للمستوى الثاني ولا الوحدة الثانية اللي فيها ما كتشوفوه مواضيع اللي فيها شوفوش حل خستكم تقراوه يعني هاد تطبيق راها بزيان بزيف يعني كأنك را فا قدروا نقولوا راك قسم تبع الدروس كتبع لين وحدات كينين دروس مجالات متنوعة وانتا غادي وانتا كتتتطور مويم كتدوزو خستكم باش تدوزوه للماتلا هاد الاساسيات اتنان ولا العبارات خستك تتكمل يعني هاد دائرة تكون كلها بالاصفر يعني تكمل هاد الاساسيات عاد كي دوزوكم مستوى الاخر ومن بعد كتدوزو الاختبار نقطة العبور موهم را تقدروا يلا كنتو شوية عندكم مستوى متوسط او فوق المتوسط قدروا تدوزو الاختبار ودوزو من بعد نيش الوحدة التانية ولا يتفتحو لكم بعد كلهم في مرة موهم هاد هو التطبيق كيفاش كي يخدم وهذا تسقروا هاد شي كله لان التطبيق اللي مزيان غادين تحسنوا بزاف المحارات ديالكم بعدين شما غادين شو تدرجوا حتى تطوروا اللوغا ديالكم غادين شوفوا تطبيق اخر هذا مثلا تميشو طنجو كيما كي تشوفوا هادا فيه فيه نسخة مدفوعة ونسخة مجانية خايا محدودة غادين يعني غادين شوية غادين تتعمقوا غير شوية في الدروس غادين يعودوا قولوا لكم خسكم شروا نسخة مدفوعة موهم غادين هادا توزو به توام زيان ده فيها دورات كيما كتشوفوا كل دورة كتناقش مواضيع معينة ما كتشوفوا معايا هنا كنا كنت كنت كتاش في التطبيق مهم بشيت شوفوا مثلا هادا اللي موضوع جديد هادين عادين بدأوا فيه هناك المفردات اللي قاعدة تتعلموا مفاعدة فادي الوحدة هادي تعلم كيفاش تدير الحجز للغرفة مكتب استقبال إجراءة سجيل مغادرة إلى آخره هادا كل ما يتعلق بالفندق مهم هادو كيبدأوا معك بكاني ماش مهم هناك تعرفوا الترجمة ديالها مهم هنا عودتاني واحدة آخرى مرضى آخر ترجمك من هذا مهم يعني هناك تشوفوا يعني كل المصطلحات المتعلقة بدك المنجال تعمل تعمل هناك يعطوك جملة خاصتك تسمعوا و تكسب تسمعوا هنا مثلا هالجملة إذ أنسينا أداة تعريف المهم إنك تتحقوا من الجملة وش يعني صحيحة ولا ويمها دولنا إذا مديلها التطبيق تتبعوها كباش قراء موضوع قبل ما كيبدأوا معاكم موضوع يعني ولا الدرس يعطوكم مصطلحات لن تعلقها داك الدرس ومن بعد كتدخلو كتبدو في جمل إلى آخر هنا كتدعوكم جملة يعني تكتبوا حد الجملة هذي قد تملقوا الفراغات شوفوا معايا هناك يطوكم يعني الساماء خاصة تخدم غير الأدن ديالك تسمع وتقرأ هنا شوفوا الجملة التي يحضروا عليها We can visit this museum next time هنا يعنيك يعطوكم الجمل والجمل أن تشوفها الجملة والش صحيحة أو خاطئة خاطئة A square نعم A tower A castle An old town A square موهم هنا الترجمة كتديروا الترجمة على عين هذا هو النظام كيف مشفوشوا ديالتطبيق يخدم بهالطريقة يعني كي يعطوكم الترجمة كي يعطوكم الجمل وانتم تكملوا كي يعطوكم يعني تستعمعوا وتختاروا الجمل واش تختاروا الجملة ديسبعتوا كي يعطوكم أو تاني عبارة وانتم تحدو واش صحيحة حولها غالطة أو تاني التطبيق نوريكم في شي حاجات آخرين مثلا هنا كمشي المكتبة عندنا كين مقالات كين مقالات باللغة الإنجليزية واش قدروا ستسافدوا منهم باش تدربوا الأدن ديالكم يجبوا معي مثلا صار هنا هاد المقال يدر على طيور صغيرة من التحليق مهم على أين سمعوا مهم هاد المقال كما كنتشوفو يدر على يعني كيفاش طيور صغيرة تقدر تحلق أحد المدة طويلة بلما سوقف على أين هادي مقالة صغيرة بسيطة اللي تقدروا تدنوا منها مصطلحات تدروا ترجمة تعود تركبهم شمال باش تزيدوا وتعلموا كين بزاف المقالات كيفين تشوفو معي موادع مختلفة بزاف كتيرة هادي مضوع كيهدر عنا سال كين السياحة الصافر إلى آخرة كين كلهم مقالات كين عاود كتب هاد الكتب كنظن يعني ما عندكش إمكاني أنه ندخل حتى كتكون آآ يعني كتكون عندك النسخة المدفوعة ندخل هذا يعني هذا كتقدر إمكانية كنت عربت لواحد ما عندك كيفين كتوفو كتاب اللغة الإنجليزية يش هذا اللي مزيان بزاف يعني كتاب اللي كيهدر على يعني العادات دي الناس الأكتر فعالية هذا كتاب مشهور بزاف و تقدر تستاف من العادة دي الناس تبناها ونفس الوقت تتعلم اللغة وكتوف كلمات جوما جديدة لدات مستوى عالي هذا مزيان بزاف هذا تقدر تنزل الكتاب كله عندك يعني نفصل كلها ولا تنزل بالفصل بالفصل باش يعني باش تقرأ كل الفصل على حيدا ما يمكنك كتوب نشوف كتوب اللي عند الإمكانية أن ننزلها شوفوا الفن الحرب لا واحدة وكتاب لمشور جدا تقريبا كيقرأ السياسة بزاف يعني السياسيين ناس والسياسة معين لا كتاب معروف عن فن الحرب واحدة واحدة باللغة الإنجليزية زيان يعني ركينا إمكاني أنكم تحملوا كتوب وتستعفدوا يبدأ المستوى ديالكم وتدعوا تفهموا شوية حاولوا تبدو يعني تدعموا الكتوب للغة الإنجليزية تقرأوا لاش للغ أي حاجة عند سميت ورات قدروا لما فهمت شي حاجة ترجموا أو كينين يعني كينين معاجيم لن تقدر تهزم التالي فون ديالك ترجم كلمة كلمة المهم لك غير تعرف السيقة للجملة وغير تشهم هذا الكتاب لاش يحضر مهم هذه هي الكتب اللي كين في التطبيع الكتب اللي مشهورة و يعني معروفة من زمان يعني مزيان كما شفنا كين المقالات كين نعود اختباسات اختباسات هذا مثلا اختباسات تقدروا تشدوا كلمة كلمة وتشرحوا وتسمعوا النطق ديالها يعني يعني را عندكم هذا را معجم بيحد ذا سهر كل كلمة كيعطيكم المعنى ديالها والنطق ننشو والمقابل اللي يعني باللغة العربية تقدروا تديرهم هنا بتعلم كيمشيوا يعني كيحتفظوا منكم بهم فاحد اهل كتاب وتقدروا ترجعونهم مهم هذا هو تطبيق هذا يحتوى مزيان خليل اسف يعني النسخة المجانية محدودة نشبح لنسخة المدفوعة مهم هذا هو هدي نمشي ونشوف تطبيق اخر هدي نشوف ها التطبيق هذا تطبيق تابع للمجل اللي اليداع والتلفزيون البريطاني بي بي سي هذا بالنسبة الناس اللي بغان التعلم يعني اللغة الانجليزية باللهجة البريطانية انو كيني نجوج لهجات اللي مشهورين بزاف هما اللهجة الامريكية والامريكان اكسنت والبرسيش اكسنت اللي اللهجة يعني البريطانية كيني اللهجات اخر لاني هدو هما المشهورين بزاف في العالم يعني لس كي تعلمون اللغة بهم كين عود تاني نيو زيلاندية الاسترالية دول اللي عندهم يعني كي هضروا اللغة الانجليزية هي اللغة الرسمية والاساسية ديالهم كي يكونوا لحجة مختلفة عن الاخرى لحجة دير ذاك البلد خاصة به اعين هذا هو هذا التطبيق هذي نكتش شوية نشوف البرامج اللي فيه سنفين على حساب الفئات مثلا عنا everyday english شوف مواضيع اللي فيه كيتوكم مثلا نا كيتوكم فيديو كيتوكم expression ولا المين نقدير هاد expression كيتوكم الامتي العاود كيتوكم يعني الفيديو الدرس مكتوب هاك شوف موهم هادي يعني الانجليزي هذه everyday موهم اكين فيه مواضيع بزاف خدروا تقرأ وشوف ما هي مواضيع كتير اللي تقدروا تشوف المعنى مثلا الفرق بين look و look like مثلا هذا كلمات تكون عندما عاني مختلفة على حساب الصياغ الى آخر المهم و كلمات كيتستعملوا يوميا كيتستعملوا بزاف كيشرحوا لكم مثلا الصياغ فاش كي يجي واش يعني كين عاود البيزنس انجليش كيف تشوفوا معايا هذي الانجليزية المتعلقة بالأعمال يعني تعرف كيف تتعرف للقانون لل التغير المناخي ل تشكس لح القانون الدولي الى آخره هذه كل ما يتعلق بالأعمال هذي هذي بالنسبة للناس اللي عندهم مستوى متوسط او اللفوق المتوسط يعني لم تتعرف هذا البيزنس انجليش كين عاود learn with news هنا كتتعلموا اللغة عن طريق يعني عن طريق عن طريق الاخبار تكون اخبار فقرات اخبارية تستخلصوا منها دروس مصطلحات الى آخرة يكون فيديو قصير بسيط الدرس ومصطلحات المتعلقة به يعطوكم شي سؤال كما كتشوفوا معي دروس هاو الدرس فيديو قصير باش ما يجيكم المال تشوفوا مصطلحات مصطلحات الفيديو لهذا الخبر كيهضروا فيه على الساعة الشهرة هذه البيكبن على ايين هنا مواضع مختلفة كيجيبوا على يعني فقرأ اخبارية وكيهضروا كيشرحوا ومصطلحات الى الاخرى كيهنا لرن ودراما هنا مسلسلات او افلام كتشكون عالبا كينا مسلسلات لي مسلسلات قصيرة بسيطة في اطار تعلم يجيبكم شي مسلسل حلقات مثلا هذا في 13 حلقة في 21 يعني تدخلو كتشوفو كتشاهدو ذاك مسلسل ذاك الحلقة ومنها لكن شوفو هاو في يعني قصير بسيط في جد ديال دقايق تشوفوا المصطلحات ما هو لا بغايتوا تزيدوا ما زال تشوفوا درامات اخرين كينا الموقع الرسمي ديالهم تابع لل بي بي سي كتدخلو تشوفوا تزيدوا مثلا نتعم قوم بزيان تم كين ندرس كتر الخلاص كتوفوا هادم كل مسلسلات وستقدر تعلموا من هم هنا عندنا language skills اللي غادي نتعلم عن طريقة التطبيع مثلا كين البرونوسي ايشن grammar و و هايا مثلا البرونوسي تتعلموا كيفاش نطق ديال حروف أو كلمات شوفوا مثلا يديو قصير بسيط this is a consonant sound you can hear it at the beginning of the words yet use yellow and useful تتعلموا الحرف كلمات التي تسمعوا في هذه الحرف و تتعلمكم الطريقة الحركة الفك والشيفة بطريقة بشكل تنطق هذا الحرف بالضبط بشكل تنطق بطريقة صحيحة 100% مهم تتعلموا مواد مواد مختلفة تناقش هنا بالنسبة الgrammar كين كيكون كويز نهاية للدرس بش كت يعني بش كتفهموا تعمقوا مهم هو هذا كل في خمسة الأسئلة والأكثر هنا كت الفيديو لما بغيت وش تسمعوا تقدروا تتقرعوا ها هو النص الفيديو وادر مكتوب هنا نص بش تفهموا الدرس هذه هي النسبة الgrammar شوفوا ركينا مواضع كتيرة كيكونوا تقريبا يوميا كيكونوا تجديد في المواضيع ديما الجديد ديما على حساب المستويات وهم ها نشوفوش هالي الدرس يلا هال بوحدها يعني درس كتير ليس قدروا تستفدوا منها كينا وطانيا المصطلحات اني كل مصطلح وكت نشوفو تاهد بنسبة المصطلحات كينا ليكويز كي اعطوكم فيديو نبغيتو تاخدوها عبارة عن نص مكتوب هو هذا ونبغيتو تجريد السئلة ديال الدرس وشي مصطلحات كي تشرحو واخر حاجة كي تديرو هي كتاخدو كويز باش يعني باش تزيدو مهارات ديالكم تزيدو تطوروها شوفو واش فهمتو ولا ما فهمتو وش مهم مرا كين حتى هاده مصطلحات كين مواضيع كتير اللي كي هدروا عليها مجالات مختلفة شوفو معايا يعني هذا تطبيق بالنسبة الناس اللي بان تعلموا الانجليزية باللهجة البريطانية هذا تطبيق جميل جدا ومفيد مهم وهنا هذا الفقر الانجليزية بالنسبة المعلمين يعني تام كيزي بيتعلم مهم هذا هو التطبيق وهنا كتشوف يعني كتشوف تقدم ديال التعلم ديالكم يعني الدروس كتحملوهم وكتخليهم في في الذاكري الهاتف ديالكم يعني فوق ما بغيتوهم راكم كترجعو يعني كترجعو تطالعو لهم لما تحتاجوا يعني الى الانترنت لو عدوا مهم هذا ما الدروس كنا مجالات مختلفة الى اخر دروس التطبيق وما غادي نمشي ونشوف تطبيق اخر غادي نشوف التطبيق هذا هذا التطبيق جميل جدا يعني شامل ومتنوع في مزا في الحاجات ما كتشوف معايا هذه الواجهة ديال التطبيق فيها مثلا دايلي طابيك يعني المواضع اليومية هنا نشوف اللي تقدر يشوف يعني موضوع مواضع يومية كتلقوا فيها مواضع اخر الداخل ماذا هنا الصحة يعني كل ما يتعلق بالصحة سنتلقو هنا وهذا كتكون عبارة عن حوارات يعني حوار حوار يعني بين شخصين او اكتر المتداولون البارعون لا يفوضون فرصة نقدم تطبيق التداول الجديد من اكس ام عدرا على الاشهار انه هذا ستفاق مجاني يكون اشهار سكتر ونزعجين مهم كما نشوف هذا عبارة عن حوار المهم المهم مكشوف معايا حوار عبارة عن طرفين كي نقشو شي قادية معينة الحوار الموادع اخرى يعني متشعبة مثلا هنا كما يتعلق بالعمل مثلا نحن البحث عن عمال يعني المستخدمين او العمال كيف اشتر الانترفيو يعني كان بزاف المواضيع كي نقشوف نص الموضوع كل هاي عبارة عن حوار يعني هتفهم مزيان هنا مثلا قانون والجريمة زي كل ما يتعلق باتشي السرقة تحقيق الى اخره تعرفوا مصطلحة جديدة كيتعلق بالمجال شوفوا كما تشوفوا معي ركنا مواضيع كثيرة كل موضوع يعني رأى داخل مواضيع اخرى ثانية يعني رأى معكم مواضيع كثيرة اللي سقدروا ترسوها عند مثلا المستوى البسيط او السهل او المتدئين كدو معاك طريقة بسيطة يعني في هذك المواضيع اللي احضرنا عليه من طريقة يعني دين موتدئين يعني كدر تحميل دين هاد الشي وكتشوف انا عندكم معاك تاني هاد التطبيق في قصص قصيرة ولا شورت ستوريز يعني كددخل باش كنشوف ستوريز وكتشوف ستوريز مثلا مهم مثلا هذا موضوع كيهدرو في علاة متال الحرية هنا قصة قصيرة جدا كتشوف من المصطلحات كتشوف وجمل ستجل ذاك شي عندكم شي بقى راسخ تعلموا كتسمعوا في نص الوقت ممعايا مهم هذا هو جفو كينا قصص قصيرة كتيرة يزقدروا تعلموا مننا بزاف الحاجات كل وحدك يهدرو على شي لموضوع معين مهم كي مكتبوا معايا هدرو على الميوزيك على البيزنس على الفاميلي بزاف الحواج شوفوا هيا نساس قصيرة جدا شوفوا شحال يعني رأى نغاني عندنا هنا عاود عندنا بالنسبة الاختبارات بحل يعني الاختبارات اللي كيديرو هم الناس اللي كيكونوا بغاني بشي ويقرأ 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 خارج البلدان ديالهم مثلا مشي بالضرورة تكون الدولة اللغة الرسمية ديالها هي اللغة الإنجليزية وإنما كينين دول يعني اللي كيقرروا يعني كينتخصصات تقرأ باللغة الصينية وتخصصات باللغة الإنجليزية يعني بلدان كهادي اللي كتبع تمشي الدراسة أو لشي مرات يعني العمل يعني العمل كيطلبوا هذا الاختبار هذا الاختبار هذا كي قبل ما كسم بشي كتوز في مركز متخصص واللي كيختبر كل في النطق والاستماع يعني كتاب بزاف الحاجات مهم هذا الاختبار سهنا تقدروا تعرفوا شوية عفوا وهذا كيطلبوا ما ذك المصطلح اللي كتكون متدا واللي بزاف دي ما يعني احتمال تحطف ذك الاختبار وهذا مصطلح كت تغطب اجتمو مهم هدو هما مصطلح كتت تسمع ومن بعد اللي بغاية سيت يعني باش تسمع راسك كيف واش طريقة نطق دي لك صحيحة ولا يا هادي كين نشو ضغط على الميكروفون كتسجل مهم هذا بالنسبة للخصيب رادي للأيل لكن هادو أساسيات لكي أدرو للجنسيات و للإثنيات أفريكن أمريكا أرب أيجين بايبل بريتش كونيديان كافليك چينيز كريششيان يعني يعني هادو كيف كيف نقول العليم لنوب خب يعني نعم معروفين هادو الأساسيات مهم مصطلحات هما أي هذا باش كتقلب على الكلمات الكلمات مثلا كي كيتلاحو بزا في اختبار للا توفل الائلت كما تشوفوا معايا كيتلاكم كلمات الثاني عندكم اختبار للا الاستماع مثلا نحن اختار تالي ريكولكشن ها فهن هنا يعني يعطوكم مصطلح خاص كنتا تسمع وتكتب شنو قال باش يعني كتدربوا السمع ديالكم على ودك الاختبار باش تدوزوا هدا مهم بزا هنا عندكم يعني المصطلحات اليومية واللي اكتسعم بزا في الحياة اليومية واللي الشائعة وهو هتلا مهم هنا مصطلحات يومية شائعة جدا تسمعوا كيفاش قطنطق تعرفوا معنى ديالها امم امم يعني البناء جمل لا جملك يعطوك كلمات وانت خاص امم يعني خاص تركب مثلا غنى هلا وقعطوكم النوقات من بعد تسمعون هذ هي الطريقة كيفاش قديروا البناء دير الجمل وهيمكي هنا عبارات هذو شفنا العبارات اليومية العبارات الشائعة معروفة يعني كتستعمل في سياقات معينة ماكتوفو معايا on time مثلا كي شرحو لك يعني شنو كتعني كي اعطوك جملة كمثال باش تفهم هنا عندنا بالنسبة لكويز والاختبارات كي اعطوك كلمة وانتخصك تشوف يعني تشوف المعنى ديالها كي ما كتشوفه معايا هذا مزيان حتى وقت عرفو كلمات شو المعاني ديالها كي اعطوكم كلمات لي يعني ما كتستعمل شي ما كتستعمل وانما شوية كي اعطوكم كلمات لي هذا سوى مزيان باش كتزيدو تحسن المهارة لغوية ديالكم كلمة جدا كتشكون شوية ما بغيت نقول ما تكونش معروفة لكم بما انكم في بداية تعلم لا نأين سيبع رأس هنا كم قلنا هنا بنسبة لبرونونسييشن برونونسييشن هنا يوفوا معايا كيوري لكم كيفاش طريقة الحركة ديال حركة الفك يوفوح تشكل يالا نتفهم كيفاش باش تنطق ذاك الحرف او الا الكلمة وبعايا هنا ناخد نتنجل التحميل ليلة ديالة الصوت باش نسمع النطق ليلة العبارات مهم اختاروا حرف وكي أعطوكم عبارات كثيرة اللي بعد يبداك الحرف وكتسمعوا النطق ليلها والطريقة كيوريكم الطريقة ليلة حركة ديالة الشيفاء هو الفكين كيوريكم عبارات كويز في هادا الاطار هذا مني باش كتزيدوا التعمق والمعرفة ديالكم وهنا يعني القائمة دير الدروس. ممكن شوفوا معايا. ما عرفش هادشي لاش ما ما هم هادينها القائمة الدروس. وهنا كتتعلموا بالنسبة للناس ديال الاختبار دير الايليت. لكم دروس باش كتتعلموا. تعلموا تكتبوا في موضوعات معينة. مثلا نشوفوا كيف يش تعملوا الارقام كيف يش تعملوا. المهم هذا بالنسبة للناس اللي بغلد وضعوا الخطيبة. وهنا كتتعلموا كيف يش تكتبوا يعني. القصص او النصص قصيرة المهمة تكتبوا على الكتابة. تبدأوا تعبروا يعني تبدأوا تعبروا باللغة الانجليزية. كيف تجوفوا كينا موضع كتير. هناك مثلا 165 موضوع يعني نرى كي هاجم زيانة. هناك الأسماء. يعني اسماء اشخاص او اسماء مهم. كيف يطوقوا الاسماء. تسمعوا كيفاش تنتقل الاسماء. هذه مزيانة باش كتزيد وتوسعوا تصغفة دياركم. ربما من بعد ديروا أصدقاء بولدان. اشتغلتها في النطق ديار الاسماء ديار. ما هذه يعني هاجم زيانة. ما هذه الاسماء الشخصية مهم. هذا هو التطبيق ما شفتوا معي. ما هو تنوع وشامل جدا. قدروا تشوفوا فيه بزاف تلحاجات واللي غيرونكم بزاف. باش باش تطوروا اللغة الانجليزية دياركم. غادي نمشيوا باش نشوفوا تطبيق آخر. غادي نشوفوا هالتطبيق هذا. بيتو ايلسا. العبارة عن كوتش. كي علمك نطق. وهي ما هذا كيقسم لكم الدروس على حسب الأيام. عندك مثلا اليوم الأول. كتكون فيه شي خمسات الدروس. يوم الثاني الى آخري. اليوم الأول كتكون عبارة عن تقديمه. يعني يبدو معاكم. ماشي ما هدوكم للدروس. ويا غادي الأمور كتتطور وكتسعب شوية بشوية. يا ما كتسعب شوية. إنما كتزيد وانتم كتطوروا اللغة والمستوى دياركم. غادي ندخلوا واش نشوفوا. مهم. نايس. مثلا هنا كيطوكم كلمات. النطق. وانتم ما خاصكم تسجلوا. يعني باش. باش شوفوا النطق ديالكم. واش صحيح ولا ما صحيحش. هذا كتساعدكم بزاي. باش كتحسنوا النطق ديالكم. هنا كيطوكم. ملا بغيتش تعرفوا معلومات كتر على هذه الكلمة. كي. دعكم شوية الشرح. كيطوكم ما حد الجملة. في هاد الكلمة. باش ديلوا سفهموا كتر. المهم غادي. نضغطوا باش ننطقوا واش نشوفوا النطق ديالنا. من بعد. نايس. يعني كيطوكم. هذيك الكلمة في جملة. كنت نطقوا عود هاد الجملة. هنا. هنا كينا حد يعني ناحة الخاصية اخرى. تضغطوا هنا. بعدين تشوفو. مهم. تشوفو ناس اخرين كي. ناتين شوف هاد شي. حسنا. 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 هنا كيطوكم فيديو. كتسمعوا ناس اخرين. كيطلقوا يعني. كي نطقوا ذيك. ذيك الكلمة. كتشوفوا الطريقة نطق ديالهم. يعني. لكي نطقوا بطريقة مختلفة. ماشي مختلفة. إنما على الحساب اللهجات. مهم. هنا كيطوكم في الجملة. تقرأ هذه الجملة عاود. حسنا. هنا كتسمع. تضغط على هاد الأودن. باش كتسمع. الصوت ديالك. يعني. واش النطق صحيح. ماشي. يعني. هذا الصوت ديالك. في السجلتي. هذه هي الطريقة. باش كي. ضم حتى طباق. مهم. هذا اليوم الثاني. يعني. ما كتقدروش تدوز. يعني. من الدرس. الدرس الثاني. حتى كتكملوا اللول. يعني. اليوم اول. خذكم. تكونوا خطيتوك الدرس. بخمسة بهم. كملتوهم. يعني. عاد. تقدروت الدوز. اليوم الثاني. اليوم اللي بعد. مهم. هنا. كي. كي. بدأوا شوية التعمقوا معاكم. كل يوم. كيزيل التعمقوا كتر. وكي ناقشوا مواضيع كتر. هنا مثلا. كيدورك. موضوع متقدم. كيدورك. براكس. كتعرفوا الأصوات. هنا. كي علموكم مثلا. الجنزية. في الحياة اليومية. إلى آخره. يعني. كل نهار. كي يكون موضوع متعين. يعني. تنوع دروس جديدة. شو ما غادينوك تعمقوا في اللغة. ونهار. لليوم السابع. كدير واحد. تستاوت. يعني. كتشوفوا. يعني. عدد دروس كلها. تكون عندكم خمسة وثلاثين درس في الأسبوع. وقد. تأخذوا واحد الاختبار. باش كددوزوا المستوى اللي بعده. ثم غادين هادا تطبيق. جميل جدا. اللي كيدربكم. وانتوما ماشيين. وانتوما كتتعمقوا. كيدربكم. باش نطقوا مزيان. باش تسمعوا مزيان. هذا هو. غادين نبشي. باش نشوفو. غادين شوفو. هذا طبيق آخر. غادين شوفو. تطبيق هذا. تحتوى. مزيان ومفيد. بالنسبة للنات. لابد أن تعلموا اللغة. باللهجة البريطانية. انه هذا تابع. يعني المجلس الثقافي البريطاني. يعني بحل مركز الثقافي الأمريكي. او الفرنسي. هذا تابع المجلس الثقافي البريطاني. عبارة عن بودكاست. بودكاست يعني. الميزة ولا باش. كي تميز. انه تقدر. يعني. تلاش عرجي وتسمع له في اي وقت. اي مكان بغيتي. مثلا. أنه. تتغذي خارج. هذه العمال. كد دير شي حاجة في الكوزينة. يعني. حتى ولا بغيتي تنعس. دير السماعة ديالك. وتسمع مع رأسك. هذا مزيان. البودكاست. يعني. بما أنه اللغة الإنجليزية. اللغة السماعية. بالدرجة الأولى. يعني. هذا مفيد. مفيد جدا. يعني. كد. يعني. تسمعك. تدرب الدماغ ديالك. وخا. يعني. واحد القادية وخا ما تفهموش. في اللول. وأكيد. يعني. شي حاجة اللي جديدة. وشي لغة جديدة. ما غاديش تكونوا تفهموه. ولكن. مع السماع المتكرر والمستمر. غادي تبدو تشدو بشوية بشوية. دماغ ديالكم. كي يولف على اللغة. من أذن ديالكم. كي تولف على اللغة. كي يبدأ الدماغ بشوية بشوية. كي يسجل. وخلاص. إلا كنتوا كاتب شو مثلا. كاتعودوا تشرحوا. كلمات. كتركبوها في جمل. رأي كي. غادي تتعلموا اللغة. مهم. دخلوا لهات الطبيق. باش نشوفو. هنا مثلا. ويم هذا مثلا. هذا الموضوع كي يضر فيها لك. كوهيد. ويم فقرا. وكتسمع الان. وكي قرأ. تدير غير السماعات. وخلي. لاخر ديال. وسمع ماراتاتك. هذه الآد بالنسبة للتطبيقات المجانية مهم كما تشوفوا البودكاست يكونوا حلقات موضوع معين يقسموا الحلقات يعني كغير تسمع واللغة ستبدأ شوية تسرب دماغ ديالك شوية القرص كبدي سيتفهم شوية هذه ان شاء الله ستبدأ تحضر لكن التطبيقات هي يعني كلمة وضع كثيرة وحتى يتم التحميل ليلور فمعين مهم مهم او كما تشوفوا معايا هذا هو يعني حلقات موضوع معين هذا هو ما يصطلع عليه بالبودكاست مهم غادي نخرجوا باش نشوفوا اخر تطبيق معانا اليوم هو التطبيق هذا التطبيق عبارة عن يعني عن خطة باش تعلموا اللغة وعندكم يعني نقسم صاحب تطبيق هذا الخطة على 12 اسبوع كل اسبوع يعني كل اسبوع يمكن تقسم على ثاني على سبعة ايام كل يوم كتكون في درس معينة مثلا اليوم الاول كتكون في درس اعلانات اعلانات يا الهول شوفوا معايا مثلا مكينا الصور هالاجزاء الجسم مكينا الصور مكينا كلمات مقابل ليها باللغة الانجليزية العربية انا بغيتوا تسمعوا النطق ليها لها الكلمات قائمة الكلمات قمت بتغضي على كل الكلمه بغيتوا تسمعون النطق ليها لها مهم ما كتشوفوا مثلا هذا اليوم الاول كتكون يعني فيه جوجة درس كنت تكون اختبار في نهاية اليوم اختبار كينا اختبارات متنوعة كينا اختياري اولا السماعي للكلمات ولا السماعي للجمل ويمشوفو اختياري هناك اعتقد جملة متخصطة يعني تكمل للكلمة المناسبة يعني كنت تحقق من الاجابة ديالك مشي السؤال عود اخر واهم هدية طريقة الاختبار نهاية كل يوم كينا اختبار او تاني اليوم تاني كذلك في جوش دروس ومن بعد نهاية اليوم كينا اختبار تاني اليوم السابع شوفو راكم يعني مع الايام كيزيد يعني كيتعمق كينا جمل كلمات الى اخره السياق فين كتستعمل مهم را هذا دواء اني كيبالي تتبغى مزيان باول مرة كان طالع لي مهم اي كنا اتناشر اسبوع في نهاية الاسبوع الثاني عشر كان اختبار اه شامل ما كتشوفو معايا يعني بحلها الطريقة يلا اختبار يعني اختبار اليومي واختبار الاسبوعي هذا الاختبار شامل يعني بعد بعد ما كتكمل لاثناشر اسبوع كتاحوز هذا الاختبار اللي فيها يعني شوفو نعود نشوفو في مئتين وخمسين سؤال يعني را تكون شامل لجميع الاجزاء لالدكشي اللي قريتي يعني را وشها تأكدوا مراتكم وشفهمتوا ولا ما فهمتوا هذا الاختبار في اختبارات يعني اما السماعي مثلا السماعي للكلمات ولا السماعي للجمل شوه مثلا هذا يعودو نشوفو الفيديو ما كيلاش اعلانة صادت بردنا مهم را يعني السماعي كتابكم جمل كتسمعو كتعاودو يعني ما تكتبو ولا تعاودو النطق ومهم في اختبارات ديال السماع هذا السماع عفوا هذا السماع غير كتسمعو كتكتبو او كتترجمو كاختبار ديال النطق يعني اختباركم في النطق ديالكم هذا هو كيف ما كتشوفو معايا عفوا من هاد الاعلانات عفوا عفوا العين هذا هو التطبيق واخر التطبيق كان معانا وان شاء الله غادي نطلقه وحتى نطلقه في فيديو قادم ونتمنى تكونوا استافتوا وتمنى تبدأوا تعلموا اللغة واللي كنتمنى اكتر انو متوقفوش من اللي تبداو اخنا واخد جيكم الامور صعيبة شوي في اللول واني مع الصبر ومع الممارسة ديال اللغة غادي نتعلموها نرمشيش حاجة صعيبة وان شاء الله نطلقه في فيديو قادم سلام اشتركوا في القناة